سهل جداً أنه يكون فيه مشاعر حب بينك وبين أي حد قريب منك أي حد في الدائرة اللي حواليك أهلك، صحابك، زميلك، جيرانك، ولادك طول ما فيه مشاعر متبادلة وفيه مواقف كتير جداً بتجمعكم لكن الصعب الحقيقة أنه يبقى فيه مشاعر حب جارفة بتربطك بشخص أنت ما قابلتوش ومعرفتوش يمكن تكون حياتك كلها عدت وانت ما تكلمتش معاه مرة واحدة والأصعب لما تكون المشاعر دي مشاعر جارفة حتصل إلى حالة العشق موجودة عند ملايين والأصعب والأصعب أنها تكون مستمرة لسنين طويلة حتى وانت بعيد عن الملايين دي يمكن تلخص وأنا بفتكر الحقيقة يعني وأنا بتكلم على اسم كابتن محمود الخطيب بفتكر وإحنا في السادسة هنا لما كنا وطبعاً جمهور السادسة اللي بيتابع البرنامج عارف أن احنا في فترة من فترات عملنا سلسلة كده جمعنا فيها وقدمنا فيها كل الحريفة اللي جم في تاريخ النادي الأهلي أو يعني المتوفر لهم يعني مواد في المية نقدر نعرف في الأجيال الجديدة من عشاء وجمهين نادي الأهلي مين هم الحريفة اللي بسوا تيشرت النادي الأهلي وكانت أول حلقة كابتن محمود الخطيب وقعدتنا الحقيقة محتار إيه ممكن يكون نوع الكلام اللي يوصف موهبة بحجم وبقيمة كابتن محمود الخطيب تحتار شيء في منتهى الصعوبة والأهم من ده أنه قصة الخطيب ما كانتش بس جوا الملعب لكن استمرت الحقيقة على مدار مشوار طويل جدا ارتبط فيه اسم محمود الخطيب بالنادي الأهلي بعلامات وبصمات وبنجحات كتيرة جدا مازال مثال يحتذى به مازال قدوة مازال مثل أعلى مازال أسطورة مش بس الأهلوية ولكن لكل جماهير الكرة المصرية صعب أن فيه اتنين يختلفوا على اسم وعلى مكانة كابتن محمود الخطيب مرة تانية بقوله كل سنة وانت طيب يا بيبو ويا رب سنة تكون حلوة أحلى من كل اللي فات اسمحوا لي أرحب بضيوفي في السادسة النهاردة وأنا هم نبتعك الحقيقة في الجزء الأول من الحوار هنتكلم طبعا عن السوبر هنتكلم على كولر هنتكلم عن جبنة دي أهلي بسنا الحقيقة مبتدين حوارنا بحالة متعة كده تبلغات فنية راقية ورائعة لكابتن محمود الخطيب في الملعب أرحب بس بضيوفي الأول نقادنا الرياضيين الكبار الحقيقة أستاذ جمال الزهيري بيشرفنا النهاردة في السادسة أهلا بيك أستاذ جمال وطبعا ناخد رياضي لأستاذ عصام شالتوت مشرفنا أستاذ عصام وأهلا وسهلا بيكم أهلا بيك أستاذ أول حاجة قلتها لضيوفي أول ما قاعدوا قدامي في الستوديو أنتوا شفتوا وتابعتوا الخطيب من البداية قالوا لي آه طبعا فأنا هبتدي معكم القصة وهبتدي معهم القصة من بداية لو تقدروا ترجعونا لأننا يمكن يعني ما حضرتش كابتن محمود الخطيب في بداية مشواره وتسمحوا لي كمان أقول للناس أنه النهاردة لأنه القيمة تعرف مش بس داخل الحدود لكن خارجها أيضا النهاردة الكاف اتحاد الأفريقي على الأكاونت بتاعه على تويتر رسالة تهنئة لأسطورة كرة القدم الأفريقية كابتن محمود الخطيب بمناسبة عيد ميلاده زي ما انتم شايفين كده كل سنة وانت طيب لأسطورة كرة القدم الأفريقية محمود الخطيب وكمان مارسل كولر على الأكاونت بتاعه على الإنستجرام النهاردة بعد برسالة تهنئة الكابتن محمود الخطيب هنفيها بعيد ميلاده وتمناله طبعا دوائم الصحة والسعادة وأن يكون دايما ويظل دايما الأسطورة الملهمة مدرب نديك الحبيب ده كان الأكاونت بتاع مارسل كولر كل سنة طيب يبيب ومرة تانية أستاذ جمال أستاذ رصام هبتدي معاكم القصة من نص منتصف السبعينيات تقريبا بداية ظهور اسم محمود الخطيب في الملعب إزاي كانت بداية القصة يعني أنتوا طبعا عصرتوها وعشتوها فممكن تنقللنا الصورة كده بالتأكيد أولا لازم نأكد على حاجة مهمة جدا أنه بقاء الكابتن محمود الخطيب بهذه النجومية وهذا الحب اللي أنت تكلمت عنه على مستوى مش بقى مصر فقط طبعا على مستوى مصر وعلى مستوى الدول العربية وعلى مستوى كل من كان يتابع ويرصد كرة القدم المصرية والكرة في النادي الآلي خلال هذه السنوات الطويلة كابتن محمود الخطيب أحد أكبر الرموز الكراوية اللي موجودة على مدار تاريخ الكرة في النادي الآلي بداياته بعد ما انتقل من نادي النصر والمرحلة اللي تعتبر تجهيزية يعني في نادي النصر اللي هو قريب من مسكانه يعني أول ما انتقل كان منتقل ومتواهج جدا لدرجة أنه هو يعني استأثر بحب نقدر نقول الجميع بمجرد أن هم شافوه لمساته الكراوية أهدافه مهاراته الخاصة اللي كان يفاجئ بيها كل من يشاهده خلت الناس كلها متعلقة يعني كل حد بيحب كرة قدم على طول بقى بالنسبة له كرة القدم يعني محمود الخطيب طبعا بنقوله هو أولا كل سنة هو طيب إن شاء الله تبقى سنة جديدة سعيدة عليه وعلى أسرته صحة والسعادة طبعا والحقيقة برضو إنه هو بالإضافة للمهارة والتاريخ اللي هو حفروا لنفسه في الكرة المصرية والعربية والأفريقية الأخلاقيات يا كابتن أحمد طبعا مهمة جدا طبعا لأنه إنت لما تفتكر مسيرة الكابتن محمود الخطيب يا سيد أسام ما تلاقيش عنده مشاكل مع حد صحيح خالص إطلاقا لا مع لاعب ولا مع مدرب ولا مع مدير كورا ما تكلمنيش عن الأخلاق وعلى التربية خلينا شوفها في أفعالك وتصرفاتك بالزبط ماقول فيه فرق كبير جدا بين الشهرة وبين النجومية طبعا سهل قوي أنك تبقى مشهول وسهل جدا وفيه ناس بقتا للأسف في عاصل السوشال ميديا يعني بتبقى مشهورة نتيجة أفعال أو أقوال أو مواقف في منتهى السوق ما تنساش برضو كبير نقطة مهمة شتان بين النجومية وبين الشهرة اللي أنت أشرت إليه أنه ظهور الكابتن محمود الخطيب ما كانش فيه سوشال ميديا يعني تخيل أنت بقى لو هو موجود في هذا العصر أنت فهم قصدي لسه بقول أستاذ جمال وأستاذ عصام يعني لو موهبة الخطيب دي النهاردة موجودة في الملاعب أستاذ عصام في الملاعب بقى الجيل الرابع أو جيل الخامس من ملاعب كورت القدم تكنولوجيا كورت القدم اللي اتغيرت 180 درجة السوشال ميديا الأساليب التدريب والاستشفى والعلاج الترويج الإعلامي كان يبقى أهم صح محمود الخطيب يعني يكفي أن الناس يعني ربنا يدي له الصحة 68 سنة منهم 60 سنة يذوب وأشقن في النادي الأهلي الأهم أن بدون أي تفكير لا من رموز إعلام ولا حتى من أي حد تجد البشر يتفق أنه اسمه محبوب الخطيب يا سبحان الله لدرجة بعض الزملاء يمكن كتبوا ماذا بينك وبين ربك يا بيبو في بعض المواقف اللي بيبقى كل حدود الصبر فقط المسألة حتى هو لعب إصابات الخطيب لعب بكورتزون ربما ربما يكون هو ما جعله حالاته الصحية تبقى عملة زي الخطورة طوال عمره هو ربنا يدي له الصحة ولم يخرج يوما للإعلام وإحنا كنا قريبين جدا يعني في النادي وفي شغلنا لم يخرج بقى عشان يجلب تعاطفه وكان كل ده يعني بيتعامل سكرت وبنهرفه بالصدفة يعني يعني سبحان الله لا لا يعني يعني أهداف الخطيب لما تحب تفرج على كورة مهما تشوفها انتعرف المسرحيات أو الأفلام الكلاسيكس بتاعت زمان الفيلم يتعاد مرة واتنين تعد تتفرج وتعد تضحك مرة لأنه لا تجد هناك فارق بينها وبينها وبين أي روايات حالية الحاجة الثانية الخطيب ربما متفردا ربما متفردا كان يمتلك هذه المهارة اللي سبحانك رب بتبقى دايما عند الأقل بناء جسد يعني الخطيب جمع مهارة اللي بيقولوا عليهم اللعيبة اللي بتبقى زي ميسي وكذا في ويل بلد لكنهم ما استخسرش الويل بلد ده في بلاده وانا دين نادي القالي وكم لعبة مصابا بالحقن زي ما كنا بنقرأه واحنا شبابه بعدين عشرناها واحنا طلبة بالحقن وكذا دون مجلب عواطف لنفسه بيها الأهم من كل ده انه رغم ان ما فيس سوشال ميديا هناك فريق ظل ينتظر ثلاثة شهور حتى يفوز بعقد الخطيب اسمه جلاتباخ الألماني من درجة ان السيد ديكوتي رحمة الله وهذا الرجل اللي طور اداء الخطيب والكرة في مصر عموما لما جاءوا بقى التمرين كل يوم بعد ما كان ثلاث مرات في الاسبوع واخد بالك لا اضطر يلبسوا فانيلا رقم 8 بتاعت الكابتن صفوة الله رحمه وده صفوة رقم 10 اولا عشان ما كانش بعد ما سمع انه عايزينه حاكتين هو مش عايزهم يركزوا معاه عشان ما يليحوش اوي في الطلب ثانيا عشان يستطيع الاستفادة من لعبه وكان عايز يباين انه ماسك فريق كبير لانه نندر ديكوتي اللي من لا يعرف كان اتعمله في عهد بوشكش مركز عشان يلعب اسمه ساعد الهجوم المتأخر فكان مدرب عبقاري ومعروف في اوروبا ونجم الكرة اقلع بالزبط وبالتالي عاش الخطيب دون ان يطلب مردود هذا الحب والعشق انا للسؤال الاهم واذا كنت بقول فكرة القدوة والمسألة الاعلى ويمكن دي حاجة مهمة جدا الاجيال اللي طلع كمان تشوفها لانه في كتير من المعير والقيم اختلت في كتير من السوابت اتهزت جدا واحنا نتكلم عن القدوة والمسألة الاعلى انا كنت الحقيقة يعني في بداية الحالة بقول ازاي ازاي حد بيتمتع بحب الملايين بالشكل ده علاقة حب مازالت مستمرة رغم انه بطل كرة من اكتر من 30 سنة ازاي حد حقق انه حدي كلها كلاعب وثم كأداري وصولا لانه بقى رئيس النادي الاهلي والايجو عنده احنا نشوف العيب بياخد بطولة بيحس انه يعني بنحس انه بقى اعظم عظيم او بيحس انه بيكلم الناس من حتة تانية او انه مسؤول عمل انجاز بتحس انه في حالة من حالات ازاي قدر يحافظ على حالة التواضع هو اعتمد على حاجتين ان ربنا سبحانه وتعالى واضح ان الراجل اسرته ربته على كده لا يوضيع عجرة من احسن عملهم ببساطة شديدة والحاجة التانية احتفظ بصورة اعتبرها نعمة هي هذا الاقبال الجماهيري وهذا العشق الذي تشكل حوله ده اعتقد الجنحين اللي طار بيهم يعني الاسطورة محمود الخطيب لانه ده ما بيحصلش كتير اوي زي ما انت قلت فين وفين لما بيعيش لعب فيه وجدان الناس يا اخي فيه الوقت بتتولدي بعد عشر سنين يقول بيبو لا شافه ولا حتى لاقي شريط زي ما انت بتقدر تلاقي مثلا الا قليلا لكنه نقلا عن نقلا عن نقلا عن وبالتالي دي حاجات لما انت تعرف قد ايه مرضوض التربية ثم انت بعلقتك بتربيتك وايضا بيه علقتك بربك سيبك من المظاهر ها فورا هتلاقي نفسك اما ان ترى ان النعمة يجب ان تحافظ عليها دائما وإلا هتبقى زيك زي غيرك مهما كانت حجم الموهبة وحجم ما يعطيك الله من رزق وحاجات كتيرة قوي وكم من اسماء هتبقى زيك زي غيرك والعالمية بلاش البطارية والمحلية ما اكثر ما زهبوا بلا عودة صحيح مش عاوزين برضو ننسى حاجة مهمة جدا ان كابتن الخطيب وجيله نشأوا في عصر او في مرحلة الكرة اه كانت لها وضعية مميزة وكل حاجة لكن ما كانتش بتدي صاحبها ما يحصل عليه اللعيبة الان يعني ما كانش المسألة بالنسبة لهم مسألة فلوس لا يعني الحكاية بالنسبة له انه هو بيعشق اللعبة بيعشق النادي اسمع اللي بقى في مدخلة فماذا يصف الخطيب الموقف لما يسأل ممكن من حوالي عشرين سنة واكتر في برنامج مهم يعني دون ذكر اسمع ومعلامي عظيم رحمة الله يقول له ده هو اللي بيقوله زي جمال فكرت يقول له لا ما هو اللي كنا احنا بناكل منه او لو حد ادانا عشر اتناشر جنيه او ركبنا عربية مع واحد صاحبنا عرفنا عشان لعيبة كرة هذه كانت نعمة لم يعطيها الله لقعد شبه هو ادراك عشان كده ده سبب مهم جدا من اسباب البقاء في ازهان الجماهير يعني نهاردة كل الجمهور بيتذكر له لكابتن الخطيب انه ايه المعاني اللي كان بيقدمها هو والاجيال القديمة للناس الكرة النهاردة انت لما تلاقي واحد ربنا اداله ممكن بياخد مقدم العقد ويقعد زمان لا زمان القصة كانت ان هو بيعشق النادي اللي هو بيلبس فانلته وثانيا هو عاوز يعني يوصل لقلوب الناس المسألة كانت الارتباط بين الكرة والناس كانت مهمة جدا المشاعر والانتماء غالب على فكرة المصلحة هو ده سبب البقاء لما تيجي برضو هتقارنها نقارنها مقارنة سريعة مع الفنانين بتوع زمان اللي هم بقيين برضو لغاية النهاردة اللي هو من جين الخطيب وقبل الخطيب الناس الاقدم كمان ليه بقيين لغاية النهاردة ليه لما بتتفرج على فيلم او بتتفرج على ماتش انت بتشوف مدى التعلق الناس مدى البقاء النجومية برضو من ضمن الحاجات مش ان انت تلمع ثم تطفق بعد ست شهور انك تستمر كيف تستمر النجومية شيء وانا كنت بقول ده والحفاظ عليها على القمة والتصرف وفقا لمعايير النجومية الحقيقية مهم برضو صحيح وفي نقطة كمان انه الشخص اللي وصل لمرحلة النجومية وبقى المجتمع بتاعه كله بيبص له على انه في مكانة يعني متفردة رمز يعني للناس يقدر تماما يقدر تماما دي حاجة بتماس كابتن خطيب جدا يقدر تماما حجم المسئولية الملقاة اللي بترجم حجم النجومية والمكانة اللي وصل لها لانه وكأنك لابد ان تدفع ثمنا باهظا لحب الجمهور للخطيب واقعة شهيرة حين طلب ان يكون هو وكابتن فاروق جعفر ربنا يدي له الصحة كمان يبقوا مسؤولين عن منتخب مصر في زمن كابت سامير زهر رحمة الله يعني في التسعينيات اعتقد الفترة دي حاجة وتسعين بعد كرول لستة وتسعين وذهبنا للجحيم معه في جنوب أفريقيا وكالعادة حتى الآن الجبلية تقول لك سنقاوم ونصر بعدها فكان دخل كاس العالم تمانية وتسعين جابوا ارتضى عشان مصر عقدي دون تحمل المسؤوليات ماذا فعل حين علم من احد الزملاء كان ابراهيم من نيزي كمان هو قريب من اتحاد الكرة ومن الكابتن اتصل بيقال له في الهرام وقال له طب هشوف يا كابتن ايه حكات بيجيبه الجهر رحمة الله من سلطنة عمان وسامير زهر ناكوه كان بيكلمه بشأن سفرية وطهرة خاصة شوف من بدري عايز يعمل لمنتخب مصر ايه فيعيد سبعة وتمانين الف او تمانية وسبعين الف ويأكد في خطاب هو سبعة وتمانين الف فيثبت للبشر انه لم يقدم لمصر التي راعته والتي يعيش بحب ودعاء جماهرها وانه هو المخطي لانه في البداية تحكمت في مشاعر الوطنية دون ان يصل لسيغ حتى اتحمل كامل المسئولية وانه بما ان المسئولية ليست كاملة له هو مسئول عن ما مر لكن هذه الاموال ليست حق اصيل له فيه حد بقى بيعمل كده؟ لا فيه انا عايز برضا اقول انه نتيجة لده نتيجة لده كله هو الانسان بيصنع مستقبله وهو عايش بمعنى ايه اي لعيب بيراعي ربنا زي ما عمل كابتن محمود وناس كتير من جيله بيجد ده على مستوى حب الجماهير على مستوى حب الاعضاء له حب الناس بيرسم مستقبله ازاي يعني هو مش بيبقى مجرد لعب كرة يمر ويمضي وينتهي لا كابتن محمود الخطيب استمر في النادي الاهلي في جميع مواقع المسئولية تدرجا يعني بشكل متدرج ده معناه ايه ما هو انت لو انت مش مرتبط بأزاك كيان طوال الوقت بعلاقات قوية وعملك وصورتك الزهنية الخطيب كمان رقميا لم يخود انتخابات حتى في وجود العظيم صالح سليم وكابتن حسن ربنا دينه سحق الا وخرج بأرقام فلكية وكان اعتبرها حب الناس دي ترجمة طبعا المشاعر ترجمة فعلية المشاعر اللي ناس بتحساها لإسم كابتن محمود الخطيب اليوم افتكر معاكم انا فاكر بقى اللحظة دي كواز اللحظة اللي قرر فيها الخطيب انه يعتزل الكرة يوم بكت فيه كل جماهير الكرة المصرية فاكر كويس جدا هو شخصيا يمكن كان متأثر جدا لو ممكن تعرضونا لقطات المباراة اللي أعلم فيها كابتن محمود الخطيب اعتزاله طبعا فيه جماهير الكرة ما كانتش مصدقة وفيه ناس كتير جدا حاولت تقنع كابتن محمود الخطيب خدوا بالكو السنتين يمكن أو التلاتة اللي قبل اعلانه الاعتزال ده عرض كابتن محمود الخطيب لكم كبير جدا من الإصابات كان مفترض يعني انه يعني هو اعتزال يعتبر بدري سن سوائر هو بعد مباراة الهلال السوداني اللي كانت مهائي أفريقيا اللي كانت مهائي أفريقيا اللي كانت مهائي بحوالي 17 دي اه هي دي كانت يعتبر آخر مباراة رسمية دي المباراة اللي جا فيها جل برجل الشمال كان حطت رجبة وحواخت حقنتين طبعا دي لقطات من مطش الاعتزال اليوم ده تفتكروا الحالة كانت ايه تفتكروا ردود الأفعال على قراره بالاعتزال الصحافة كتبت ايه في اليوم ده لا ده على فكرة برضو مش مبلغة ولا مجاملة كابتن محمد حسام رحمة الله هو الحكوم مش مبلغة ولا مجاملة اعتزال كابتن محمود الخطيب كان من الاشياء او الاخبار المهمة التي برضو احزنت كثير او اغلب مشجعيه ومحبيه وهي لا ده طبعا في المباراة في المباراة فكرة التعويض كمان كانت مليحة عند الناس تعويضها زي القيمة وهذا الفن وهذا الذي يسعدك صعب حتى مع اختياره على ما يوبوا على الحياة يمكن جاءت اللقطة دي عشان كمان تدي له حقوق فعلا كان من امر اللاعبين شوف الخطيبة هنا وجايب ايه مش بس المهارة اختار كمان مش هيكة للنادي الاهلي صحيح طبعا يعني تكلفت اللي هو بيسمونه نقل الجماعي بين جدة والمدينة كنت عند اصدقاء ليه في المدينة وكانش لسه فيه ديش وكان ممكن تبقى في جدة فتعرف تتفرج على الاريال العادي ده يعني تلقط من مصر هم سعوديين لكن من جمعية محبي اهلي مصر وبالطبيعة الحال اهلي جدة وقريبهم ولد عموهم في جدة خلوهم يسجلولهم على قد ما قدروا صحيح من التلفزيون وقلت لهم وانا بقى عندي الباقي دفعنا يعني اللي هو المواصلات فيك الناس بسجل على شرائد فياتش اهو ده اهو ده لا كان فيه بيتاماكس 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 بتاكمده بتاع شغولنا اهو 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 اتكلفت أنا بقى الحكاية بقى والتي الناس مشكورين على كده في حاجة اسمه النقل الجماعي زي السوبر جيت واجبنا الماتش واسهرنا عليه للساعة ستة الصبح لانه على بان ما جاء النقل الجماعي ده بحاداشر بالليل وصل للمدينة الساعة خمسة ونصف صحيح تدريبا في استاذ القاهرة لانه ما حبش ان يعلن ان محمود الجاري يفكر رحمة الله عليه او ان هناك من يؤكد ان الخطيب لو استطاع بالتدريب ان يكون موجود ولو خبرة ولو استكمالا لحاجة اسمها الخطيب فهذهب الى كأس العالم اللي ناضل فيها على فكرة اول جهاز شكلة في العام 88 بعد اخفقت بالجملة كان فيه الخطيب وكبتاء بصر رحمة الله وكبتاء عيز عب شافي مع محمود الجهري وبدأ الرجل يعتمد ان دول الاجنحة اللي هتشيل الكرة المصرية بعد كده وفي مرة من مرات دكتور جنزوري جاب الكابت محمد سياجي رحمة الله وكابت خطيب وحد تالت عمله لجنة وقداره الكرة وبالتالي تخيل بقى ده يحصل فيعني يقتل نفسه تدريب محدش عارف الا بعد ما اخد القرار لا يا جماعة ما ينفعش افوض فرصة على حد وروح كاف العالم لمجرد وجود محمود الخطيب في المونديال يعني اذا كان لي اذا كان لي ان انا احاول ان انا يعني اجتهد اشوف الامور من وجهة نظر كابتن محمود الخطيب فكفاني حالة الحب حالة العيش المشاعر الجريفة دي اللي انا بشوفها في كل مكان وانا بتحرك فيه دي نعمة كبيرة جدا جدا ومعتقدش انه حد يتمنى من ربنا نعمة اكتر ولا اهم من فكرة حب الناس لكن احنا كمجتمع اسم كبير زي كابتن محمود الخطيب قيمة وقامة وزيه كتير في مختلف المجالات لابد ان احنا نخافز على القامات دي لابد ان احنا نفهم ونوعي اللي جايين الناس دي نجحت ازاي وضحت ازاي وعملت ايه عشان توصل للي هي فيه لابد ان احنا ندفع عنهم من اي محاولات للتشويه لابد ان احنا حتى كمؤسسات دولة ان احنا نوقف في ظهرهم وان احنا نحميهم وان احنا نكبرهم وكل فرصة تيجي عشان نسلط على الضوء على مشوارهم وعلى نجحتهم وعلى اسهماتهم يكون ده بيحصل في كل المجالات مش بس في الرياضة في كل المجالات في فن والثقافة والتاريخ وفي الحضارة وفي العلم في كل مجالات احنا محتاجين ده مورزنا قوتنا النعمة بالضبط زي ما استاذ عصام بيقول طيب كل سنة وتطيب عبيبو مرة تانية حب اقول لك حاجة اخيرة اتفضل استاذ عصام في مباراة بين منتخب مصر ومنتخب السودان كان فيه زهير ايمن عنيف شوية كسر رجل الخطيب القاصبة دي عصين اول بعد ما عمل الجراحة اعتقده اول حاجة ألا للإعلام انه لم يكن يقصد الشقيق يعني السودان لم يكن يقصد اجماعة مجرد التعاب حاجة جميلة وحاجة كبيرة انت قلت اهم حاجة ازاي ده نصدره للصورة الزهنية لشبابنا طيب هنتكلم اكتر طبعا على انجاز النادي الاهلي الاخير ونتكلم على فرحة جمهور الاهلي ببطولة السوبر والاهم كمان نتكلم على اللي جاي هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مع ديوفي واستاذ جمال الزهيري واستاذ عصام شلتوت في السادسة بعد فاصل سريع انا يعني ما زلت عندي رأيي ما تغيرش بطولة السوبر بالنسبالي ما هيش بطولة مهم يعني بفرح انه الاهلي جاب بطولة بفرح انه في خانة ارقام البطولات زاد رقب شيء لطيف جدا لكن انا بفرح اكتر في بطولة زي بطولة لقب زي لقب دوري أبطال لقب زي بطولة الدوري لقب زي ميداليا في كاسعالم القندية دي بتبقى فرحة بجد احساس بانجاز بجد لكن ليه فرحة فرحتي المرة دي زيادة شوية يعني انا يعني زي كل الجماهير في ريحت بالنسبالي يبتدى الموسم بطولة لكن الحتة الزيادة دي جاية من انه كل اللي اتكلمنا فيه معاكم هنا في السادسة او على شاشة الاهلي عموما في كل البرامج وبتدنا به الموسم وجهنا به حملات تشكيك عنيفة جدا في اختيار ادارة الاهلي لمارسيل كولر كمدير فني وناس كتير جدا فيه من جهبزة التحليل وخبراء السوديوهات التحليلية كلاموا انه الاهلي يعني ما جابش حد عظيم او ما جابش حد قدر انه يصخح مصار النادي الاهلي بعد موسم محقاش فيه لقب وقالوا انه رجل جاي من بيته ورجل ما عندهش كرة وبعيدة عن الملاعب وتشكيك في اسماء السكوات بتاعت النادي الاهلي والاهلي بقى فرقة فضية والاهلي نجوم انتهت وصفقات الاهلي مضروبة وصفقات الاهلي قليلة ويتالي كل حملات التشكيك دي عشان تشتغل فيها وتبتدي تحقق انجاز او تحقق نجاح اعتقد ده يخلي قيمة كاس السوبر الرقم 12 في تاريخ النادي الاهلي لها قيمة كبيرة جد تتويج طبعا الاهلي بالسوبر في مواجد غريمه التقليدي دي طبعا قدت برضو شوية كده يعني حتة زيادة كده يعني للأهلوية طبعا اي مباراة اهلي والزمالك بيبقى لها قصة خاصة بيها بتشوفوا ازاي استاذ جمال وبتشوف مكاسب الاهلي ايه عموما يعني من تحقي اللقب ده في بداية شوفوا طبعا اول حاجة الف مبروك للنادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي جميعا وللإدارة والجهاز الفني كله الكولر طبعا طبعا لا بالعكس ده انا فرحان قوي اكتر مش بقى عشان البطولة بس عشان البطولة دي جاية للراجل ده الكولر ده بالذات عشان ترد على كل التجريح اللي هو وتعرض له ثانيا عشان توفر اجواء مختلفة انت لما تكسب بطولة يا سيد احمد يعني تشتغل وانت كسبان غير وانت خسران في بداية الموسم فالراجل من يوم ما جاء مصر يعني بعد تعرف بغضب اتكلامك ده كولر لو كان خسر ماتش السوكرا كان حجم الهجوم والانتقادات على الفريق وعلى الجهاز الفني انا عارف والله ان في ناس كانت مجاهزة اسوأ ما يمكن ان يقال في هذا المدرب الحقيقة هو من يوم ما وصل وهو ما بيسمعش كلام حد يعني ما بيستمعش للانتقادات اللي هي التجريحية يعني هو شغال من اول لحظة جاء واحلى حاجة عملها من اول ما جاء طبعا انه رجع نظام اليوم الكامل انه لعيبة النادي الاهلي كانوا محتاجين في هذه الفترة انه هم يعودوا للتركيز مرة اخرى تبقى كرة القدم هي كل حياتهم ما عندوش حاجة تاني ورجعين من فترة راحة اللي هي اللي تم منحها ليهم في نهاية قبل الموسم ما ينتهي دي برضو كانت مهمة جدا لانه احنا شوفنا منظر كل لعيبة النادي الاهلي عاملين ازاي ابتدوا كلهم يستعيدوا الراونق بتاعهم تاني ليه لانه انت النهاردة كنادي منافس او بيسعى دائما للبطولات اما تيجي تفكر تجيب لعيب من خارجه من خارج النادي عندك هتجيب مين احسن من اللي موجودين دلوقتي يعني انت لو اخذتهم فرضا فرضا كذا في كل مراكزهم مش هتلاقي فيه افضل هي المسألة مش ان انت تغير وتجيب لعيبة والكلام صفقات معينة ولو كانت قليلة انا انا يعني لو شهدتي مش مجروحة شوف الاهلي بيمتلك الافضل على مستوى رس المرمى افضل واقوى خطة فعفة افريقيا افضل واقوى خطة نص في افريقيا واحد من افضل خط يعني خطوط الهجوم على مستوى هو عمل حاجة بس مهمة جدا خلال الفترة القليلة اللي هو قعدها دي اللي هي يعني يعادة التنظيم الدفاعي في النادي الاهلي فريق النادي الاهلي الى سابق عهده يعني مثلا انا اعتبر محمود متولي عودته بهذا صفقة جديدة صفقة جديدة جدا وقوي جدا وخبالك ومستوى ثابت جدا ما شاء الله عليه ومحمد عبد المنعم طبعا عبد المنعم يعتبر صفقة يعني ده اول موسم كامل يبدأ عبد المنعم بس شاءتك مش مجروحة شاءتك عادية جدا سيد جمالة هيأكد لك ده بكل الشرح اللي هو في ده لا واكرم توفيق مثلا ما شاء الله عليه ربنا يحميه مصمار في المكان ده يعني هو محدش عدة منه في الماتشاط اللي هو لعبها كلها دلوقتي ده لسه خمس ماتشاط يعني راجع من 8 صهور حمدي فاتحي عمر السلية آلي وديانج تلاتة دول كمان طالما معهم كوكا وطالما معهم اسمه محمد ده كريم فاخري عندك يعني عندك ولو محمد محمود جازة دي كمان رجل بيال عبد فندر بس عنده كرة شوية يقدر يمشي لقدام لأ في وبرضه هو عمل شغل كويس قوي في الشق الهجوم يعني عنده زي ما قلت أنت سيد أحمد ثلاثة هم أفضل ثلاث مواجمين حاليا في مصر نقدر نقول ده شادي وحسام حسن ومحمد شريف جايين يعني يعني برضو خلي يناير أفضل حاجة عملت أنه تم تأجير الصفقات لياه يشوف الفرقة كاملة على أرضية الملعب وفي المنافسة ويشوف هو محتاج بجد على الطبيعة فأنا بقول أن الفوز ده طبعا مهم جدا عشان يخرس الألسانة رقم واحد يخرس الألسانة اللي هي فيه بعض الناس أحيانا بيتصوروا أو قالوا كده رغم أن النادي قال الموسم اللي فات بس كان واخد بطولات أفريقيا اثنين واثنين سوبر أفريقي وثلاثة برونز في كاس العالم ومع ذلك بعض الزنة اللعبة على الدرع بس الدرع غاية موسيومين وعايز أقول ده كان مهم قوي لإعادة التوازن في الكلام بقى محدش يزود يعني ستوب كده الأهل يرجع هو مش حدش ستوب على رأي على رأي على رأي أيمن الكاشف العاو جاي هو عام الحج أنت عارف أسلمال أقول لك حاجة مهمة طول ما فيه هذا الإنجاز في المؤسسة الحمراء مش بس الفريق الكرب أنت بتعمل فروعة أنت في عثرة اقتصادية عالمية نعترف بها أنا بقول لحضراتك ومن السادسة قريبا يبقى فيه بريزنتيشن لمشروع أستاذ النادي الأهل شركات ثلاثة متنفسة على مسؤولية الكلام ده إزاي بقى الجران الفشلة يسبوك دولوا وحديهم غير بقى البعض اللي بيصدر لجمهوره أن العوة على رأيك نشلنا نشلنا يا عم ده شغال يا عم تشتغل وتسبقه ده ما عندهوش مانع يعني ما عندهوش مانع أن المنافسة تبقى طيبة ومحترفة وبالتالي نظيفة يعني تمام وإحنا يعني تعالي برضو أن واحد من المكاسب أستاذ عصام أنه أنت في بداية موسم ومع جهاز فني جديد وجزء طبعا مرتبط يعني حالة التواهج اللي كان بيكلم عليها أستاذ جمال صفقات صفقتك الجديدة على الرغم من هي وإحنا تكلمنا فقبل الموسم يبدأ أنه الأهلي بيدور على فكرة الكواليتي فكرة أنك لما تجيب لعيب يبقى لعيب إضافة يبقى لعيب يصنع الفارق فأنت بتشوف من أول موسم برونو سافيو حتى قبل ماتش السوبر والله الراجل حتى الآن لازال بيقول باكتشف لعبتي خلي بالك الراجل ده مش جاي معاه يعني مش جاي من الفريق هو كان بيدربه وهو بيلعب ناحية الشمال زي ما كلنا شفناه مع فريقه البوليفيو وبالتالي هو عمال يكتشف هو عايز لعيب بثلاث مهمتها وستجمال مش عايز لعيب بمهمة واحدة العشر اتنشر دي اللي لعبه من ناحية الشمال يقول لك الراجل هيعمل ليه بسافيو بعد شوية وهو جربه وغير بقى الصفقة الجديدة تاو لا وهو جرب سافيو يمين وشمال وتحت رأس الحرب هو الغد الوقت بيزبطه اخونا افشا فيبع عنده حد اللي بيمسك الكرة وقد بدأت هيد دور في الصبر بيز الافشا فوضى الراجل شمال شوف بقى عبدالقادر كمان شوف بقى تاو الصفقة الجديدة على كلامكو برضو أنا هسميه صفقة جديدة لانه موضح انه متعطش ان يعود تاو تاو الاسم الكبير اللي محدش عايز يسدق لا ده راجل لعب في الدورة الانجليزي راجل مسكنا هنا في عشرين ساعتاشر قطعنا وخرجنا من دور المجموعات لأول مرة في أمم أفراقية عشرين ساعتاشر انت متفكرنا ليه بالقصة دي اما كفاية انجلترنا يعني كفاية انه لعب في انجلترنا وميزيكا لا انا مش قصدي يجب تجيب لنا أمم أفراقية وخرجنا ايه اللعيب دي يعني كلم على لعيب الناس شافته لانه انت بص اجمل حاجة النادل قال لما بيدورش وراه يعني بيمشي لقدامه واللي في الخلفية بقى يحضفه طوب عايزيني يحصلوني وماله لا واضح كمان انه يعني استكمال الكلام حضرتك صنبي انه كمان اللعيبة في حالة منافسة بين يعني السنة اللي فاتت كنت كل ماتش مش مكمل يعني مش عارف تكمل بتدور على لعيبة تسد بيها مش عارف تكمل لكن اقصد اقول السنة دي انت بتبتدي موسم طبيعي فاطلة اعداد طبيعية لعيبة واخدراحة كل مركز عندك فيه اسمه اثنين وثلاثة جاهز فده كمان باين على شكل لعيب هو ده اللي عملي اللي بيعملوا اي مدرب كبير لما يروح فرقة كبيرة انه بيخلق في المراكز اكتر من لعب يتنفسوا عشان يبقى زي يوم النتيجة كده اول حضاشر اسمها اسمهم يبقوا زوعدة والباقيين برضو عارفين ان ليهم دور واللي بعديهم عارف انه لو جات له الفرصة مش هيسيب حد هنا يرتاح المدير الفني اللي ماسك فريق مصنف وبالتالي كل عهود الاهلي كانت على هذه الشكلة عندك بدل ما يسموهش احتياط اسمه بودة لا زي ما يكون معاك فيزا كارت وكاش اي احتياط استراتيج يعني خلينا نقولها يعني ايه احتياط استراتيج يعني شيء موجود عندك يسد كود ما خزنك جاهزة لاي نقص وبالتالي الراجل ماشي في سكة انا معاك طبعا الراجل يحضر لصفقتين بدأت تباني قدامه الامور مش لقلة وجودهم لا كواليتي اخر لكنه عمال يدي اللعيبة فرص ده الاسبوع السابع جماعة شفنا ثلاث تركات في الفولات مع اي حد تاني كانوا يحتاجوا خمس ست شهور طب ايه اللي خلها هو شخصيا اشد بدا يا اوه قال انه انه المجموعة اللي معاه قادرة تستوعب او تتعامل بشكل اسرع مما كان هو متوقع خل المترجم يا ادها للاخوة الزمل اناك في المؤتمر الصحفي ليه لانه فعلا في ستة اسابيع عمل شغل كان ممكن محتاج من ثلاث لاربع شهور حسب الخبراء يعني انا مش بقول رأي انا وبالتالي ده يعني انه هناك جديد انا بقول لحضرتك كما كان فاي السيد جمال المدربين اللي كانوا بيجي ومانو اللي بيتعواروا الكرة السيد احمد مش في نادل اهلي بس بيجوا بجديد يلاقي مدربين مصريين وغيرهم عايزين يشوفوا ايه الجديد اللي معاهم طيب خلينا نقول انه الدفعة المعنوية اللي احنا كنا مستنينها وبنراهن عليها بسبب توقيت ماتش السوبر وجدت عندنا موسم حافل في عندنا بطولة الكاس القديمة التي لم تكتمل بعد عندنا بطولة كاس ربتة طبعا عندنا بطولة الدوري كاس جديدة الله اعلم على مش هايرف يعني هنفضل كل سنة نعب كاس قديم وكل سنة تلت كؤوس بقى كاس ربتة وكاس قديم وكاس جديد بس في النهاية عندنا موسم ابتدى بداية إيجابية جدا ازاي نبني عليها وحنا عشان اروح معاك والأهل اللي عنده مطسط شوالله يوم الأربع قبل ما تتوقف المسابقة مع الداخلية إزاي شايفين بداية مسابقة الدوري وهل في بوادر رأيتكم يعني لشكل المسابقة في بوادر بتقول إنه المسابقة السنة دي أكتر انضباطا وأكتر عدالة وأكتر تكافؤ فرص من النسخ اللي سابعت من الدوري أستاذ جمال بص حديثكم نحن يبنى أسبوعين يعني ظهر فيه الجولتين وفيه جولة ثالثة يعني النهاردة طبعا طبعا البداية نتمنىها نتمنى المسابقة هذا الموسم أكثر انتظاما ليه بقى أنا بقول ليه كده هو في محاولات من ربطة الأندية المحترفة إن هي تظبط ده من ساعة ما تولت المسئولية الموسم اللي فات يعني لكن برضو حنفضل عايزين نوصل لمرحلة إنه مفيش أي تعديلات طبعا المرة دي فاتت عليهم موضوع مؤتمر المناخ قمة المناخ ما إنه مش مفاجئ وده كان لازم يوخص في الاعتوار زي الأجندة الأفريقية أحداث ببلادك ولذلك يجب على طول أنه يبقى فيه تنسيق بين ربطة الأندية وبين الجهات المسئولة والأمن والكلام ده عشان نبقى وصلين لأكتر قدر من الالتزام والانتزام اللي تخبرها ممكن تبقى بس هنكتسبها مع الوقت يعني هم حددوا البداية والنهاية مضبوط شوية بقى في النص بيبقى فيه شوية هفوات فيش مشكلة المهم بقى كمان اللي هي مسألة المنافسة نفسها توفر لها كل مقاومات النجاح وفي مقدمتها التحكيم تحكيم يجب أن يبذل جهد كبير جدا يا أستاذ أحمد فيه ضبطه ضبط الإقاع طول ما عندك فار المفروض أن أنت الأخطاء ما تبقى شغل احنا الفار ده يعني أول ما قالوا أنه أنا فاكر كويس جيدا الحالة اللي قلت فيها خبر أنه هيتم تطبيق الفار في مصر كنت متوقع أنه يبقى فيه انفراجة احنا حلت عندنا أزمة كبيرة جدا وخلاص ملف التحكيم ده مش تبقى فيه مشكلات فاكتشفنا أنه الفار عمل تسليط ضوء على مشكلات التحكيم وعلى أزمات التحكيم وعلى قرارات الحكام في مصر وبدل ما يبقى وسيلة تساعد الحكم أن يقوم بمهمته على أكمل وجه بقى وسيلة لكشف أخطاء الحكام وبالتالي بقى فيه دايما مشكلات لأول مفروض بالسنة اللي فاتت بالنسبة يا أستاذ جمال السنة اللي فاتت يعني أكبر أو أكتر سنة عدد كبير جدا من الأندية المصرية وكان بقى الأنداء اللي بتنفس بس على البطولة وكان بقى على مستوى الأندية الدورية كلها أكبر عدد من الأنداء اشتكت من منظومة التحكيم نقول مش عايزين اللي حصل السنة اللي فاتت يتكرر السنة لازم بأي شكل من الأشكال وحتى لو فيه أخطاء لجنة الحكام تأكدت من وجودها في ممارسة بعض الحكام لازم يبقى فيه موقف مع الحكام دول أستاذ جمال فيه تصنيفة أستاذ جمال في المعالجة كما البتر والعلاج بمعنى لا فيه عاجات حكامة عملوها الحياة لا يستحقوا الوجود أيها ما أنا بقولك لا يستحقوا يا فندي التوايج بقى خلاص بيش هنهزر بقى عملها بدل مرة استبعاد بقى يعني مستبعد فيه بقى إيه رأس والزق بالطقر أيها صح هتنجي بيه بقية العيلة أي الولد اللي شهد مننا ده أمو يقول لها لأنت ابنى على عرفك فالبقية الولاد يروحوا للمدرسة واللي بيشتهل فارشة عم حسن يبقى صنايا ايه ما يحاولش يبقى زي الوقت اللباص ده وخلصنا البقية بقى عايز تديهم دروس وتوديهم السنتر والكلام ده محب جايبيني أعمل حاجك لاتنبرج لكن لاتنبرج بالمصري وندفع من فلوس مصر وكرة سلعة مكلفة أنا ما عنديش مشكلة بس يا ربي يدوله 400 ألف بس يخلق تحكيم لأن لو تخلق تحكيم وأرضية سليمة الكرة سيبقى عادة الدوري بـ 2 مليار جنيه الموسم الجاي نظبوط أنا عارف أنا أقول لحضراتكم إيه وبالتالي يا سلعة مكلفة تدر أرباح كبيرة وعملنا أقول لهم زي درس الجغرافيا هو لكن ما تشح تطوناش وراكم وتجيب لأبو العيلي ومش عارف مين هم هم وبس العمدة بقى أجنبي إزاي يعني ويطلع يجيب الصندوق الاسود عشان يعرضه فيقول لك الراجل ده كان لازم يضطر طب ما تقول لنا الغلطة مين وهتعمل معه إيه وهكذا بقى إذا كان فيه لعب ده قاله أي تلاتة عجل معه ده أنت تتكلم على ماتش سيراميكا والزمالك قصة محمد معروف على شرحه هو محدش برضو يداية والله حتى البرتغالي اللي كان في ماتش السوبر ده ما فيش ده ما جايش الأمل الوحيد أنهم قالوا أنه كان فيه طاقم إماراتي ولأن الحكاية مش نقصة نخسر الناس بتحتفي معنا بخمسين سنة وأنا كنت الحمد لله كتبت ده وقلت الخطيب عليه مسؤولية تجاه شعب عظيم بقى من الشعب الأهلي بس أنه يخاطب الجانب إماراتي وعطوه في الملف ده بقى لاشي قلنا بنته وبالتالي قال لك ده الرجل لحق فقال لهم أنا بيني وبينهم علاقات شخصية اللي هو بالأسماء واحد بلغاري والتاني من العتبة والتالت من كبر عبود قالوا تعالى ناشي يا عم كبر عبود في البرتغالي لكن بعد كده بقى ما اسمه كبر عبودش يعني أنت في الآخر بقى أقول لنا هنصلح ولا مش هنصلح لكن أنت تقعد تقول لنا كلام وبعد كده ما نحناش عارفين السيستم ده يتعدل هذا السيستم وهو الأمل الأكثر يعني جدوى في إصلاح الكرة المصري قال لك كل تلاتة يتجمعوا للإعتراض بـ 20 ألف جنيه طب فيه متوشة كان فيها أربعة والأربعة بقى يبقى أوفر تاني ما يتحسبوش ولا أنت بتحط القاعدة لها عم ما تحطهاش أحسن لكن لو حطتها طبقها تيجي على مين ما لكش دعوة خلي عندكو عم ألوان ما لكش دعوة بحد معاك صناعة اسمها صناعة بهجة وصناعة أمن قومي حاجة رائعة دورها بقى ودورانها ما أسهلوا الناس اتفرجت على ماتش الأهل والزمالك كل الناس بتقول إيه الروعة دي وإحنا بقى أولالات يعني الكارنفلات وأولالات النظام لا لا أبدا شوف أهلينا في الإمارات لما يقولوا والله أنت زبعين في المئة من اللي بيشتغلهم معانا مصريين لكن أنت في الآخر يعني ليه كده ليه كده زي ما بتصنع بقى لنفسك والبلد دي عندنا قدرة عندنا قدرتنا وإحنا مش هكي أمثلة ونمزج كثير جاد يعني لما بتكون بتختار أهل الشغلانة وتسند إليهم المسئولية بيعملوا الشغل مظبوط وإحنا مش أول مرة إحنا أكتر الدول العربية اللي نظمت بطولات كبرى على فكرة يعني عايز بقى أقول قبل ما تقفل إن شكلك كده بتقفل معنا أنا أقول حاجة واحدة أنا عايز بقى من الحاجات الجديدة في الموسم ده أتمنى إن النادي الآلي لعبتنا من البداية يعرفوا إن كل نقطة حتضيع ممكن تتعبوا فمن البداية كده من بداية ماتش الداخلية صعية لا واضح إن دي مدرسة كولر برضو أيوة يعني واضح قوي إن الرجل بيحكف في كل مباراة أنا عايزهم يبقوا بخلة جدا في أي نقطة تضيع بغاية ما يبقى فيه فرق وعايز تضيع شوية براحتك بقى لكن الأول لازم حاول الأول حاول تحاوش يعني لا إن شاء الله بزرها ما أعتقدش أنه مش هيبقى فيه رفاهية التفريط في النخص السريدي إن شاء الله وشكل الفرقة واستعدادها وبدايتها ومستوى لعبتها في بداية الموسم بيقول إن شاء الله إن شاء الله إن هذا موسم طبيعي إحنا كنا منتظرين موسم طبيعي مش استثناء على بيك عشان كده ده شكل الموسم الطبيعي لندي الآلي إنه كانت البطولة الأهم مش أقول الأعظم للنادي الآلي في مفترق طرق كان فيه ناس كتير قوي بتفكر إن الآلي في نيتو الآلي مش ده خالص يا جماعة والرد عملي دايما وفي الملعب ويبقى الحقيقة مهم جدا واحدة من الدروس شوف نصرة من عند ربنا وبرضو المركات يعني شوف على الرغم إنه ناس كتير جدا كانت شايفة أو متواهمة إنه المركات الناجح مرتبط بفكرة عدد الصفقات إحنا بنتكلم على أندية عمل الصفقات السندي ومنهم الزمالك أعتقد الزمالك عامل 8 أو 9 أو 10 لعيبة الإسماعيلي الأسوان المصري الاتحاد كل سولن الآلات السندي كانت أرقام كبيرة جدا والأهل يبقى أقل عدد صفقات في موسم الانتقالات الصيفية وقد كان شوفنا الفارق دي الصفقات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الأسماء لتصنع الفارق كريم فؤاد كريم فؤاد طبعا طبعا طوظيف كل ما يقول اللي أنتو سنفتهم أنت هو أحمد صحيح دي الصفقات اللي حقيدة صفقات الداخل يعني إنه كمان كولر بموظفه بطريقة أكثر من رائعة أنا بقول لحضرتك إن كريم فؤاد مش هيبقى آخره إنه يلعب عند الجناع اليمين أو لا كل مرة الرجل ده هيحتاج مهمة خاصة بدأ يعرف إن كريم هيعرف يعمل ده جوكر ما شاء الله عليك وعندنا جوكر كتير حمدي فتحي جوكر أكرم توفيق جوكر حدثوا على حرج كلها ما شاء الله كلها تعد صفقات صحيح نورتونا بشكركم شكرا جزيلا أسازتنا طبعا أستاذ عصام شالتوت وأستاذ جمال الزهيري شرحتونا ونورتونا في سلسة ومرة تانية مبروك ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله كل لقاء نبقى نحتفل بلقب وبطولة جديدة للنادي بإذن الله طبعا حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا وزي ما بدأتها بتهنئة الكابتن محمود الخطيب لازم أختمها وأقول كل سنة وانت طيب يا خطيب كل سنة وأيامك كلها سعادة وأيامك كلها نجاح وأيامك كلها صحة كل سنة وانت طيب يا بيبو اشتركوا في القناة